ونبقى في الشأن الثقافي حيث عرض المؤلف والكاتب الجادي جيم راباي بورينغار كتابه الجديد الذي يحمل عنوان عدم الرضوخ لمآسي الحياة جارت المناسبة وسط حضور عدد من المثقفين والمبتعين والمفكرين ومحبي القراءة والإطلاع تغرير سعيد أحمد حسن لنسمي ديموباسا أي عدم الرضوخ لمآسي الحياة كان ذلك عنوان الكتاب الذي ألفه الكاتب جيم راباي بورينغار وهذا الكتاب يحكي قصة الطفل تيدي باي الذي تخلت عنه والدته منذ طفولته يقاصي ظروف الحياة التي تعرض فيها للخيانة والقهر والذل وكل ما يخطر في البال من مشاكل الحياة إلا أنه لم يرضى أن يعيش متأطئ الرأس فشد من عزمه وجاسف وغامر إلى أن تخطى كل المعضلات ونظرا لأهمية القضية التي تناولها الكاتب تداخل عدد من المثقفين ومحبي الإطلاع بعدة تساؤلات واستفسارات منها دوافع التأليف عن المسؤولية وبعض المصطلحات التي تناولها المؤلف وعلاقة الإنسان بالرب كل هذه الأسئلة وغيرها أجاب عليها جيم راباي بورينغار بكل وضوح ونذكر أن التصميم الخارجي كان للفنان الشادي بليبي رامدينغار الذي وضع لمساته الفنية على غلاف الكتاب مما زاده رونقة وأن عدد صفحات الكتاب 297 صفحة وهذا يعتبر إضافة مشرفة للأدب الجادي وإثراء للمكتبة الوطنية بهذا الخبر نهي معكم نشرة هذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مع أسبوع جديد غدنا الاثنين بنت في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله